لم يتحول العراق بعد الاحتلال الأمريكي إلى أنموذج للديمقراطية كما وعد بوشل إبن بلض محل إلى شبه الدولة تجول بها الميليشيات طولا وعرضا وتتضارب به الأجندات الإقليمية والدولية فصار سوقا مربحا للمزايدات وتجار الحروب تقرير الاقتصادي لمرصد السوق الدولية كشف عن نمو كبير ومستمر في سوق استهلاك السلاح والعتاد في العراق يضيف التقرير أن العراق يعد أحد أهم المستهلكين للعتاد في الشرق الأوسط تليه كل من سوريا وأفغانستان التقرير أكد أن أحد أسباب تحول العراق إلى عامل مؤثر في نمو سوق العتاد هو غياب سياسة حماية المنتج المحلي الأمر الذي إن توفر سيكون آئقا أمام استحواذ شركات الأسلحة على تجهيز العتاد للقوات الحكومية عبر وساطات حكومية مرجحا أن يصل مبلغ استيراد البلاد من السلاح إلى 161 مليار دولار مع حلول عام 2024 تلك الصفقات كانت محل اتهامات متبادلة بالفساد بين شركاء العملية السياسية فمئات الملايين من الدولارات فقدت في عدة صفقات كصفقة المدرعات الأوكرانية وصفقات السلاح الروسي ولعل هذا ما دعا لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى القول بأن فساد عقود التسليح ابتلع أموالا بإمكانها تسليح قارة كاملة إذ بلغت 149 مليار دولار منذ العام 2003 بحسب رئيس اللجنة حاكم الزاملي الزاملي قال إن حجم الديون الخارجية على وزارة الدفاع بلغ أكثر من ملياري دولار نتيجة تعاقداتها السابقة على شراء طائرات أمريكية وكورية وشيكية لافتا إلى أن الفساد المستشري في عقود تسليح الأجهزة الأمنية سببه تدخل السياسيين والوسطاء والسماسرة وتجار الحروب من داخل العراق وخارجه وبالرغم من تلك الأموال الطائلة ما تزال القوات الحكومية تعاني من نقص كبير في المعدات بحسب الزاملي نفسه لكن حجم الفساد المتفشي بعقود الأسلحة ومبرر الحرب على ما يسمى الإرهاب تفسر لماذا استحوذت وزارة الدفاع والداخلية على حصة الأسد من موازنة العام الحالي ترجمة نانسي قنقر